بدأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة لمحافظة اسوان تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتفقد رئيس الوزراء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة اسوان حيث ثمن الدور الفاعل لهذا المركز ومثيله في أنحاء الجمهورية في تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان اسوان الذي يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو متر وإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل